طبعا في الفترة الأخيرة لاحظنا نشاط واسع من هذا التنظيم تابع لجيش الحر هذا النشاط تمثل بقصف مدينة حلب بمختلف أنواع القذائف هذه القذائف التي أودت بحياة الكثير من المدنيين وإثارة حالة من الرعب والذعر بين المواطنين ضمن مدينة حلب طبعا هذا التصعيد الذي يتزامن حاليا مع هجمة قوات الحكومة السورية لتحرير مدينة إدلب من جبهة النصرة وباقي فصائل الإرهابية التي تقطن في مدينة إدلب طبعا هذا التصعيد على جبهة حلب هو لتخفيف عن جبهة إدلب لتخفيف عن المعارضة الموجودة في إدلب هذه الفصائل الإرهابية التي أفاقت من نومها بعد أن تخلت الحكومة التركية منها بعد أن أعلنت الحكومة التركية وإن كان بشكل مبطن أننا نحن أيها المجموعات المسلحة نحن غير قادرون على الاستمرار في دعمكم هذا أثار حالة من الرعب وحالة من الفوضى ضمن هذه المجموعات فنشطت هذه المجموعات من خلال هذه الهجمات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية يتسنى للذهن أي إنسان مراقب أو مشاهد لهذه الأحداث هناك أطماع تركية لإثارة الفوضى في هذه المناطق من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق فأيضا من أهداف هذه الحملة بدعم الجيش التركي هو بسط سيطرة الدولة التركية على هذه المناطق طبعا هذا كله يتزامن أيضا مع هجمات الدولة التركية إلى مناطق الشمال والشرق السورية هو الهدف من سيطرة الدولة التركية على كافة الشريط الحدود الممتد على حدودها لنجل إعادة أمجاد السلطنة العثمانية في هذه المناطق النتيجة هناك حياة مدنيين تراق ما بين هذه الفصال المسلحة هناك ذعر ما بين المدنيين ذعر في الشارع مما يثير حالة من الفوضى والارتباك بين صفوف الشعب والمدنيين في هذه المناطق